مش هارف انا برضو امبارح كنت قلقانة بس انت مجيتش يعني كنت قلقانة منك بصراحة ليه؟ اسمعنا عشان اعادت اقولك على مدار الاسبوعين اللي في فرنسا والله العظيم بعد ما فرنسا خسرت وحنا لسه يوم هكنا منتفرق اعادت شايلة هام من كريم لما قابله تاني يوم حيقول لي ايه؟ لا بس خلي بالك ما وانت برضو بنحظك ان انا ما قلتش الارجنتين برضو انا انا كمان قلت فرنسا قصة هو المنطق يخليك يتريد كده ويخليني يشوف كده صراحة بس ماسي غير المنطق وغير كل حاجة وعكس الطبيعية هو بصراحة اه بصراحة اه وده اللي خلاني يجيب تيشرت امبارح الارجنتين رغم ان انا ما كنتش بشجعها بس تستحق تستحق وكمان فرنسا كان امبارح اول امبارح يعني مطش مش طبيعي كريم ايه ده؟ عايز اقولك على حاجة برضو ده كان مكران قالها للعيبة في قط اللبس بعد ما خسر ان شفت الفيديو يعني تحديدا دخل قال لهم انتو عملتوا اللي عليكم زيادة احنا فخورين باللي انتو وصلتوله فقصة ان يبقى فيه فوز وبعد الفوز ده انت بتروح وتعمل كامباك سريع وتتعادل وبعد كده كل لما بيحصل ان الارجنتين تعدي كم خطوة تلاقي الفرنسا سبقتها او بستطلها لا ده مش سهل ان هو يتعامل ابدا امبارح او اول برضو مبارح اول امبارح فرنسا بجد قدمت مباراة قوية مي بابي اسطورة جديدة بتتعمل او بتخلق فيه كرة القلب العالمية بجد لا حاجة محتربة جدا فظيئ مصري الماتش فظيئ السنائي ميسي ومي بابي افضع من بعض مع الفارق طبعا بس بصراحة التفصيل اللي انت بتتكلمي عليها دي انت بتتكلمي عنها بقى ريحية لكن في حقيقة الامر وانت قاعدة بتتبع الماتش انت وامة لا اله الا الله كل واقف على عصابه لان حقيقي اللي حصل ده غير مسبوء قد يكون يا نهوان ده اقوى نهائي في تاريخ المونديال واعتقد تلك كتير اي ادماعة على كده لو بتتفق معاكم مبارح بقى حروحت انا برضو مع ضيفنا استاذ محمد مهدي النقد الرياضي كان منوارنا يعني ليه نقطة وعدينا كده شوية بعد المونديال قلنا ما بعد المونديال وملف القرى المصرية وكان فيها كلام كتير بس احنا اختصرناه شوية كريم بس زي ما احنا شفنا وزي ما حضرتكم وكلكو تباعتوا بعد لما خلص الماتش ناس كتيرة قالت لك بقى ايه خلاص احنا راجعين لملف الدوري والملف المحلي والكرة المحلية واللعيبة بتاعتنا المحليين وناس عادت تتاريه وانا قلت الكلام ده تحديدا وحقوله تاني احنا مش حابين ان احنا نقعد نتاري على نفسنا ما هو انت لما بتتاري على اللعب بتاعك انت بتتاري على نفسك لما بتتاري على المنتخب بتاعك انت بتتاري على نفسك فهذه قصة على ممكن يكون فعلا مستقيم مش أفضل شيء بس المشكلة أن أنا أقلل من نفسي أقول الناس دي بعيدة عني قوي طب ماشي الناس دي بعيدة عنك أنت دلوقتي بتحاول أن أنت تصلح المنظومة القروية عندك الكرة المصرية كانت في حاجة مسة ليه زي ما بتقال كده لأن أنت تعيد هيكلتها مرة جديدة وده اللي بيحصل من اتحاد الكرة اللي بيحاول يقدم حاجة هيتحاسب بقى في الآخر على فكرة على المشوار ده لازم يكون فيه محاسبة دي نقطة برضو مهمة بس أكيد هيتحاسب في الأول في الآخر بعد الفترة اللي هو أضاها والتطوير اللي هو مفروض أن يكون بيعمله على الأرض نجح ولا لأ فيه ثغرات ولا لأ فكل ده بيتم دلوقتي لكن قصة أننا نصدد اللعيبة بتاعتنا أن أنت ولا حاجة مقارنة باللعيبة بتاعت المنظيال أنا ما حبيتش دي بصراحة عشان تشوفتها زي بصي ده بيحصل في كل مرة يعني مع نهاية أي نسخة من أي في أي سنة من السنين يعني في كاس العالم دايما من اللي بيجي راجعين تاني على المباريات المحلية بتحسي بهربة ولو بشكل مؤقت لكن الأصبت من أننا نتاريه هو أننا نحلل اللي حصل ونشوف نقاط القوة اللي عند الناس إيه ونحاول نتحلى بيها نشوف الناس اللي عندها كرة قدم متطورة متطورة ليه ونعمل زيهم وإحنا ما عندناش بتايقلي يعني نقص في إمكانيات يعني عند اللزوم وعند الرغبة الحقيقية في إجراء تغيير ملموس على أرض الواقع أعتقد أن احنا عندنا كل المقومات اللي خلينا نصلح الأمور يعني مش بعيدة عننا أنا متفق معك يعني احنا محتاجين تطوير لمنظومة القروية في مصر وطبعا أعتقد برده علشان يطبق محتاج أن انت تعمل شغل كتير كتير وكتير جدا يعني شوفنا برده شهر رائع يعني شهر رائع لكرة القدم شجعنا فرنسا وشجعنا الأرجنتين وشجعنا البرازيل وانبهرنا بالمغرب وتعاطفنا مع اليابان وفرحنا بالسعودية وفرحنا بتونس في البداية وشوفنا أمثلة عظيمة جدا فكرة هنا الإصرار والكفاح من لعيبة ومن منتخبات يعني شوفنا ميسي شوفنا جيرو وشوفنا لعيبة كتيرة جدا شوفنا كروتي اللي عادة بتحارب المستوى بايدوي أو بالمناسبة كويس جدا وتوقعنا القادم والناس قالت لك المونديال ده كذا من بداية وبعكاية قتلك غيرت رأيها وكان فيه انبهار على مدار الشهر كله فنتمنى ده بقى يبقى ليه انعكاسات نفسية كمان حلوة مش سلبية على اللعيبة وعلينا في الداخل لان ده يكون دفعة دايما انت وهقول الكلمة برضو دي تاني أنا قلتان بارح الشخص الطموح لازم يقارن نفسه دايما بالخارج لازم بقى فيه دايما محاسبة أنا كماني آدم أقارن نفسي بالمنظومة الدولية بالناس اللي زي في العالم كله أنا فين منهم أنا قدامي قد ايه عشان اوصل للمستورة ده الشخص الطموح لكن الشخص اللي هو بيكتفي باللي قدامه حلوة قوي كده وربنا مبارك الله مبارك الله عمرك ما هتوصل لحاجة هتفضل محلك سير فنتمنى ان احنا ما نصدرش بس الروح السلبية دي عند اللعيبة لان اكيد اللعيبة برضو نفسهم يا كريم شايفين الفارق اللي موجود اكيد الفارق ده وصل للعيبة هم مش في عالم تاني او في بابل تاني ما هم شايفين وعارفين خليهم يسعوا من جانبهم خلي اتحاد الكرة يحاول من جانبه خلينا كالمشجعين نساند خلينا نشجع ونشوف في الاخر لكن اكيد في الاول في الاخر يا كريم نازل يكون في محاسبة في الاخر لكن انت عندك منظومة تحكمية محتاجة تعديل وتطوير عندك جدول المسابقات ده اللي احنا كل مرة بيبقى عندنا ازمة فيه محتاج كذا حاجة الفكر الاحترافي للعيبة محتاج تجيب مدير فني محترف انا اتمنى في يوم الايام يبقى عندنا مدير فني سواء للنادي الاهلي او حتى للمنتخب محلي انا نفسي اشوف ده على فكرة انا بحب جدا ان انا اتكلم تحديدا مع المنتخب ونشوف نموذج ناجح زي الركراكي مع المغرب في مصر يحقق لانه تم قبل كده لكن ما تقررش بقى لنا سنين طويلة انا اتمنى احنا كجماهير كمان نعطي الثقة دي للقائمين على الاختيار وللراجل اللي حييجي كمدير فني محلي علشان ربما ده اللي يحسن الحال يا كريم ربما يعني انا شايفه ممكن جدا بلا تأثير ايجابي بس نلاقيه بس رجوعا بقى لنقطة ان اللعيبة مش في بابل منعزلة وبيتفرجوا وبيتابعوا كويس او ان هما بتفرجوا كويس ان كل اللعيبة تتفرج وكويس ان كل مجالس ادارات الاندية المختلفة تتفرج وكويس ان كل القائمين على اتحاد الكورة المصري يتفرجوا الحكام يتفرجوا حتى الجماهير يتفرجوا احنا محتاجين نتفرج على حاجة حلوة عشان ندرك المشاكل اللي عندنا عشان نشتغل بشكل جدي على تغييرها الكورة القدم المصرية لو توفرت ديها كل العناصر احنا ما نقلش باي حال من الاحوال عن الانجازات اللي عملتها المنتخبات العربية والافريقية اللي شاركت في النسخة دي من المونديال احنا عندنا لعيبة زي الفل وعندنا قدرات زي الفل وعندنا عزيمة وعندنا حاجات حلوة كتير بس في المقابل عندنا مشاكل لازم تتزبط عشان الحلو اللي عندنا ده يبرز ويبان بشكل واضح في الفترة اللي جاية ان شاء الله والحقيقة المونديال مليان عزات وعبر لمن يعتبر